السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في قناتنا اليوم خاوتي رحصت تغير جذري في العالم روسيا عرفت بل إفريقيا هي ملاذها الأخيرة وهذا طبعا بتأثير كبير من الجزائر فران شفنا خاوتي كيفاش مؤخرا إفريقيا بدأت تثور ضد رؤساء الدول الإفريقية وحتى أمريكا مؤخرا شفنا كيفاش رئيس الكونغولي قام بإيهانة رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بإشارة إليه بإصبعه وقالوا ردوا بكم تعاملونا كما الأبوية حمراناش الدول الإفريقية تعبكري وهذه ربات الدول الأوروبية وروسيا أيضا تعلمت من هذا الأمر وقالت بلي ما لازمش نعامل الدول الإفريقية على أنها دول صغيرة يعني ذرالي لازم نعاملها بالند وطبعا الجزائر لها يد كبير في هذا الموضوع لأن الجزائر هي أكبر دولة إفريقية تستورد الأسلحة من روسيا وأيضا تربطها علاقة صداقة مع روسيا فروسيا الآن ستعتمد على الجزائر من أجل تقربها إلى إفريقيا أكثر ولكن ليس من أجل احتلالها وإنما من أجل خلق اتحاد قوي ضد التهديد الغربي خوتي هذا هو الموضوع الذي نعضر عليه في هذا الفيديو هذا سيكون تحليل للأحداث الراهنة من أقبل ما نبدأ الفيديو خوتي أرجوكم لا تنسوا تدعمونا بالضغط على زي الإعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بيش توصلكم كل فيديوهاتنا مؤخرا خوتي في قيمة الاتحاد الإفريقي شفنا تأثير الجزائر الذي أبهر العالم حيث قامت الجزائر بالطرد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقي وأيضا إسرائيل اتهمت الجزائر بأنها تتحكم في إفريقيا هذا ليس تحكم الخوتي وإنما الدول الإفريقية رأت أن للجزائر القرار الصعب فاتبعتها ووفقتها في هذا الموضوع الآن أصبحت للجزائر تأثير كبير في إفريقيا ليس هذا وحسب في هذه القمة أيضا الجزائر قامت بمنح مليار دولار للدول الإفريقية النامية باشترفت رجلها هذا الأمر خلى روسيا تفكر وراءها بشهر فقط روسيا قامت بالمثل حيث بوتين تعهد بتزويد الحبوب مجانا إلى الدول الإفريقية وإسقاط الديون المستحقة عليها بقيمة 20 مليار دولار كما ربكم أخوتي روسيا أغنى من الجزائر روسيا شافت كيفش الجزائر قامت بدعم إفريقيا بمليار دولار وروسيا أيضا قامت بدعمها ب20 مليار دولار طبعا روسيا ما درت هكذا لقدش هي مليكها روسيا درت هكذا لقدش هذي رح يفيدها بالزافة وهي الآن تريد كسب يعني دول إلى صالحها أو إلى جانبها أيضا الدول الإفريقية الآن رأي فهمت باللي يودي الدول الغربية عمرها متحب لك الخير قرون من الاستعمار والاستعباد وسرق الثروات مقارنة بلوسيا التي لم يكن لها أي حضور تضميري في إفريقيا الدول الإفريقية الآن بدأت تفكر في الإنحياز إلى الجانب الروسي خصوصا بعد أن قامت أمريكا ومحكمة الجينيات الدولية بالحكم على فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب وهو مطالب بالقضاء والسجن من طرف المحكمة الجينيات أمريكا التي قتلت الملايين في العراق وأفغانستان وفيتنام الآن رأي تحكم على روسيا في محكمة الجينيات وتقول أن بوتين مجرم حرب تخيلوا معي خوتي وين وصل النذالة وتدريجيا روسيا الآن بدأت تستبعد الدول العدوة قريبا خوتي روسيا رح تنقلب على إسرائيل لأن إسرائيل تعد من الدول العدوة وهذا رح يفيد الجزائر بزف والدول الإفريقية والجهة الشرقية أكثر وأيضا الجزائر حتى قبل هذه الأزمة كانت دائما صديقة مقربة لروسيا محتاجتش هذه العشرين مليار دولار بيش تكون بينتهم تلك الصداقة والأحداث الآن في العالم خوتي رأي تصير بشكل متسارع جدا فرنسا رأي فيها احتجاجات ضخمة وأيضا أمريكا الآن ورئيس السابق دونالد ترامب قام بثورة أجج فيها الشعب أو مناصره بش يقوموا كما سرى أنه ليه وخسر الانتخابات يعني أمريكا حتى أمريكا رأي داخلة في بعضها الآن والغرب والأمريكا الآن بدأوا شيئا فجئا يتضح للعوام أنهم ليسوا ملائكة وأنهم في الحق شياطين في جلد أشخاص طيبين من مشارككم خوتي في هذا الموضوع فرأيكم ما هو الأثر الجزائري الذي ستقوم به الجزائر من أجل تقريب الدول الإفريقية إلى روسيا هل هذا سيفيد الجزائر؟ خبرونا رأيكم في التاريقات حول هذا الموضوع خوتي إذا أعجبكم هذا الفيديو وما تنسوش أرجوكم تدعمونا بالضغط على زل الإعجاب هذا أقوى دعم راح تقدموه لقناتنا شكرا جزيلا شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة